الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين عليه أفضل الصلاة وأزجى التسليم أيها الحبيب المحبوب أيها الشافع المشفع نبينا وحبيبنا وصفينا وخيرة خلق الله سبحانه وتعالى أجمعين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع وأول آخذ بحلق الجنة فيكون أول داخل لها صلى الله عليه وسلم أيها السادة المشاهدون في هذا اليوم نتكلم عن مسك الختام عن نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام في مولدي وفي ذكر ميلاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نتكلم كيف نحتفل احتفالا حقيقيا بهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف لهذه الأجيال أن تعرف نبيها محمد صلى الله عليه وسلم كيف لهذه الأجيال التي لا تعرف عن نبيها صلى الله عليه وسلم شيء الجيل اليوم الشباب اليوم إن سألته عن اللاعب الفلاني يتحدث عنه بطلاقة ويأتيك بأدق تفاصيل حياته وإذا ما سألته عن الفنان المشهور الفلاني يأتيك بأدق تفاصيل حياته ولو سألته عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا يعرف عنه شيء يعرف تفاصيل اللاعب الفلاني والفنان الفلاني وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدري ولا يعلم عنه شيئا نسأل الله الهداية والتوفيق إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من سنن الله الكونية في كونه أن الله جلت قدرته يجعل سنناً كونية لا يأتي اليسر إلا بعد العسر ولا يأتي الرخاء إلا من بعد الشدة ولا يأتي المور إلا من بعد الظلام فأتى الله جلت قدرته بمقدمات بين يدي سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم هذه المقدمات تلك الإرهاصات التي كانت بين يدي وإشارة وعلامة على مجيء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى تعلم كيف هيئ الله جلت قدرته الكون كله كيف هيئ الله جلت قدرته الدنيا من أجل مجيء مسك الختام محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو ما زال في كهف الغيب بل كما قال هو صلى الله عليه وسلم إنه نبي مكتوباً عند الله نبياً وإن آدم لمجمدل في طينته صلى الله عليه وسلم تأتي إرهاصات تأتي علامات مقدمات بين يدي مولد النبي صلى الله عليه وسلم منها عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في حجر الكعبة فيرى رؤية وذلك أن زمزم قد تمرت تماماً ومحي أثرها ولم يعلم ولم يدري عنهم ناس بعد شيء ولا شك أن زمزم هذه قد فجرها الله جلت قدرته لأبي لوالد نبينا إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم زمزم التي أصبحت عيناً معيناً لأهمنا هاجر لما همز جبريل عليه السلام الأرض بعقبه أو بجنعه فانفجرت زمزم عيناً وشاء الله أن تطمس ويمحى أثرها وينام جد النبي صلى الله عليه وسلم في حجر الكعبة فيأتيه هاتف في منامه فيقول له احفر طيبة فقال له وما طيبة فانصرف الهاتف ولم يعي شيء فلما كان اليوم الثالث قال له احفر المضمونة قال وما المضمونة فانصرف الهاتف ولم يعي شيء فلما كان اليوم الثالث قال له احفر زمزم قال وما زمزم قال لا تنزف ولا تزم تسقي الحجيج الأعظم عند نقرة الغراب الأعصم بين الفرث والدم قال الآن قد وعيد وقام عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم وفي صابحة هذا اليوم تأتي بقرة تشرد تفر من جاذرها من ذبحها فيذبحها فيسيل الفرث والدم ثم يأتي الغراب الأعصم الذي خالط بياضه سوال فينقر نقرات في موضع الدم فعلم عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم أين يحفر فحفر فانفجرت زمزم عينا معينا للمرة الثانية كرامة بين يدي مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجاءت قريش تريد أن تشارك عبد المطلب جد النبي في زمزم فقال لا إن الله ملكني إياه دونكم قالوا لابد أن نشاركك فيه قال لا قال وإن شئتم فخاصموني فقالوا إذا نذهب إلى الكاهنة هبل فذهبوا إلى الكاهنة وهم في الطريق قطعت بهم السبل وأشرفوا على الهلاك على الممات فقالوا ماذا نصنع فقال لهم عبد المطلب أرى أن يحفر كل واحد منا حفرة بما آتاه الله من قوة ثم ينام على حافة هذه الحفرة فإذا ما مات وراه من كان حيا حتى إذا بقي منا رجل واحد في المنتهى تأكله السباع فضيعة رجل واحد منا أفضل من ضيعتنا جميعا وحفر كل منهم حفرة ونام ينتظر الموت فقال عبد المطلب والله ما هذا برأيه قال وما ترى؟ قال أرى أن نسير فنضرف في الأرض فعسى الله أن يرزقنا بالماء فصار عبد المطلب فهمزت ناقته الأرض فانفجرت من تحتها عينا بماء عزب فقبر عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إليه القوم فشربوا فقالوا له الآن نعود وزمزم لك والذي فجر لك العين هاهنا هو الذي فجرها لك هاهنا والله لا نخاصمك يا عبد المطلب أبدا وصارت عين زمزم لجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبد المطلب في هذا الأوام لم يكن لعبد المطلب جد النبي الهمام من ولد إلا ولد واحد الحارث وكان ضعيفا مهزولا فقال لله علي نزل إن رزقني الله بعشر من الولد لأذبحن لله قربانا يتقرب به إلى آلهته التي يعبده ورزقه الله بعشرة من الولد كان عاشرهم وأجملهم وأفضلهم وأحسنهم وأحبهم إلي هو عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد عبد المطلب أن يفي بنذره فجاء بولده يريد أن يذبح بولده عبد الله فجاءت إليه قريق قالوا له يا عبد المطالب أنت اليوم تسن فينا سنة تذال في الناس مرعية ماذا لا يأتي الولد الرجل بولده فيذبح قال ما أصنع قالوا نذهب إلى الكاهنة لعن لها ترى في هذا الأمر شيء فذهبوا إلى الكاهنة فأشاروا عليه أن يقدم يأتي بالقداح ويديره ويقدم في السهم عشرة من الإبل في مقابل ثم يدير القداح يقدم عشرة من الإبل فإن جاء السهم على الإبل تذبح الإبل إن جاء السهم على عبد الله يذبح عبد الله فقدم عشرة من الإبل وأضاروا القداح فجاء السهم على عبد الله قالوا قدم عشرة أخرى فقدم عشرة أخرى فجاء السهم على عبد الله فقدم عشرة ثالثة فجاء السهم على عبد الله عشرة رابعة فجاء السهم على عبد الله حتى قدم مئة من الإبل يفدى بها عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما جاء السهم على الإبل فقال عبد المطالب لا والله حتى تأتي السهم ثلاث مرات متتاليات على الإبل فأضاروا فجاءت على الإبل ثم على الإبل ثم على الإبل قالوا الآن حين رضي ربك وذبح مئة من الإبل فداء لعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبحت بعد دية القتيل وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم ابن الذبيحي ابن إسماعيل الذبيح الأول وابن عبد الله بن عبد المطالب الذبيح الثاني محمد صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ربنا تبارك وتعالى بإرهاصات بعلامات بين يدي مقدم النبي عبد الله عبد المطالب جد النبي صلى الله عليه وسلم يرى في منامه أنه قد خرج من ظهره سلسلة ثم استحالت تلك السلسلة إلى شجرة ثم أصبح لهذه الشجرة أرسل أفرع وتدلى منها ورقها ولها غصن في المشرق وغصن في المغرب والناس يتعلقون بها فقص رؤياه على أهل المؤولين للرؤى فقالوا له يخرج من صلب مولود يتبعه أهل المشرق والمغرب ويحمده أهل السماء وأهل الأرض فلذلك لما جاء سماه محمد صلى الله عليه وسلم وأما أمه فطرى أن نوراً خرج من رحمها أضاء لها قصور بصر في الشام ولم تجد أمه صلى الله عليه وسلم مثل ما تجد الأمهات عندما يحملن في أبنائهم من التعب وإنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم باليسري ورفع الحرج جاء سلساً ميسوراً بل لما وضع نزل على الأرض ويديه إلى الأرض ورأسه ساجداً إلى الأرض ورأسه مرفوعة إلى السماء صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل وهذا العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم له قصة بين يدي مولد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن أبرها بنى كنيسة وأراد أن يصرف العرب عن الحج لبيت الله الحراب بهذه الكنيسة فزيّنها وجمّلها فعلم رجل من العرب ما صنعه أبرها فجاء بلي وأحدث في الكنيسة بالعذرة ثم طل حوائد تلك الكنيسة فقال من صنع ذلك قال لو له رجل من العرب غضب لبيت ربه الذي يعبده فقال لله عليّ نذل أهدمن الكعبة وجاء بالفيلة وتقدم يريد أن يهدم الكعبة بيت الله الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم أمه في مكة وهو حمل تقيل يعني تبقى خمسين ليلة على مولد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وجاء أبرها وهو في طريقه أخذ مئتي من الإبل لعبد المطالب جد النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل أبرها إلى عبد المطالب أن يخلي له الكعبة حتى يأتي فيهدمها حجراً حجراً فذهب عبد المطالب جد النبي إلى أبرها فلما رآه هابة وأنفى أن يجلسه على كرسية فنزل أبرها وجلس على وسادة بجوار عبد المطالب جد النبي ثم قال لترجمانه قل له ماذا تريد قال له جئتك في مئتي من الإبل أخذتها جنودك فقال أبرها لترجمانه قل له إني لما رأيتك هب فلما كلمتني سقطت من نظري قال ولما قال تركت بيتك هو بيت آبائك وأجدادك وجئت تكلمني في مئتين من الإبل فقال عبد المطالب كلمته المشهورة أما الإبل فأنا ربها وأما البايت فله رب يحميه فقال أبرها أتراه يمنعني ذلك فقال له عبد المطالب أنت وشأنك أنت وذاك افعل ما بدأ لك ثم أخذ الإبل وذهب إلى الكعبة وتعلق بأستار الكعبة أي عبد المطالب وقال اللهم إن العبد يمنع رحله فمنع رحالك فإن كنت تاركهم وقبلتنا فاصنع ما بدأ لك وجاء أبرها بفيله خاصة بالفيل الذي ذكره الله في كتابه العظيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ضرب الفيل من أجل أن يتقدم من أجل أن يهدم الكعبة فوقف ولم يتحرك فاستجير فأسرع ثم وجه إلى الكعبة فوقف ولم يتحرك ثم أنزل الله طيرا أبابيل كما أخبر الله في كتابه العظيم ومع كل طائر ثلاث حصوات مثل الحمص تلقي عليهم هذه الحصوات حتى أهلكهم الله جلت قدرته وأصاب أبرها ما أصابه حتى إنه لما عاد مريضا إلى بلده إلى اليمن مات أبرها ونجى الله جلت قدرته بيته الحرام لما؟ لأن آمن أم النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك عند الكعبة لو أن أبرها هدم الكعبة لأخذ الرجال وسبى النساء لا سبى النساء واسترق الرجال وإذن تسبى أم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في بطن أمه إذن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحياة وهو رقيق وهو عبد وذلك ما لا يكون فيهيئ الله جلت قدرته الدنيا كلها من أجل أن يأتي نسك الختام محمد صلى الله عليه وسلم ويأتي الرسول بعض خمسين ليلة من حادث ألفين ويختلف العلماء في مولد الرسول صلى الله عليه وسلم في أي يوم ولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اعرف نبيك وتعلم سيرة حبيبك وخليلك والله لن تحب رسول الله إلا إذا عرفته فالمر عدو ما جهل وما دمت تجهل نبيك فلن تحبه ما دمت لم تعرف نبيك لن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسك التي بين جنبيك إلا إذا كنت تعلم من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت لا تعرف عن نبيك شيء أي نعم الشاب اليوم يعرف اللعب الفلاني يعرف أباه ويعرف أمه ويعرف زوجه ويعرف أبناءه ويعرف أمواله ويعرف حركاته ويسكناته أين ذهب أين راح وماذا قال وما قال في اللقاء الفلاني وماذا صنع عندما سئل كذا وبما رد وأما نبيه فلا يجري عنه شيء الناس يعرفون الفلانيين يعرفون اللاعبين وأما النبي الأمين صلى الله عليه وسلم الذي أمرت أنت أن تعرفه وأن تحبه حتى يكون أحب إلي من نفسك التي بين جمديك فماذا تعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا اتصال هاتفي أستاذ نور السلام عليكم وعليكم السلام عليكم منور شيخ الشاشة والله الله يبارك في حضرتك كثير موضوع حلو كثير اللهم صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكثير موضوع شيخ والله بس الاحتفال بمولد النبي بجلد المسلمين يحتفل بمولد النبي يعني في يوم نفس اليوم اللي يحتفلوا فيه حاضر أجاوب حاضر شكرا حاضر الأخت السائلة تسأل عن الاحتفال اليوم اللي احنا نحتفل به في مولد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما أجيب نحن لا نعرف شيئا عن نبينا صلى الله عليه وسلم إلا القليل لذلك لا نقدم محبة النبي على محبة انفسنا صلى الله عليه وسلم ناخد اتصال آخر السلام عليكم وعليكم السلام الله يبارك في حضرتك ربنا يبارك فيك لو سمحت كنت عايزة أسألك أنا شفت الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني جاني وخدني من مكان وفرد العباية بتاعته وبقيت عاملة زي براشدت وطلعين للسماء وعملين نقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وشفت وانا طفلة وما كنتش عارف يعني يعني معلش يعني ايه رسول وكده وشفت وكان الدنيا ضلمة جامد وعدة من جنب نور علي الدنيا صلى الله عليه وسلم رؤيتين دول وانا طفلة اللي هي أم عدة والدنيا ضلمة لكن الرؤية التانية دي من ثلاثين ثلاثة كده اننا مسكة من جنب وبصلي عليه وبطلع السمل اللي حد فوز حت من نمونا بقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ربنا يا ربي كرمنا عايزة حضرتك تدعيلي ربنا يرجوني بقول زرية صلى الله عليه وسلم انت لتدعينا ان شاء الله انت ترر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فانت لتدعينا ان شاء الله يا أختنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل به من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقد رآه حقا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه بشرة خير فداوني واستمري على طاعة ربك ونسأل الله جلت قدرته لي ولك وللمسلمين أجمعين أن يسقيق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة شربة هنئة على حوضه لا تضمأ من بعدها أبدا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل قبل وكانت حادثة في الفيل قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين ليلة اختلف العلماء في اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل واختلفوا في اليوم منهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الثاني من شهر ربيع الأول يوم اثنين ربيع أول ومنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الثامن من شهر ربيع الأول ومنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في العاشر من شهر ربيع الأول ومنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الثاني عشر من شهر ربيع الأول ومنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر رمضان ومنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر صفر إلى أقوال كثر قالوا فيها النبي ولد في يوم كذا وفي يوم كذا لما اختلفوا في يوم مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد لم يكن هناك مؤرخون فيش مؤرخين لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم معلوما ولم يكن هناك من الأسباب الداعية هذا مولود ولد لم يكن هناك من الأسباب الداعية أن يكتب وأن يُسطَّر اليوم الذي ولد فيه هذا المولود لأنه لم يكن معلوم أن هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما كان أحد يعلم أن هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا بخلاف وفاته هم مختلفوا في يوم مولد النبي ولم يختلفوا في يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في أقوال كثيرة في أي يوم ولد الرسول اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل لا خلاف في ذلك ولكن اختلفوا في اليوم الذي ولد فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولكن لم يختلفوا في اليوم الذي توفى فيه نبينا صلى الله عليه وسلم نخرج فاصل ونعود إليكم مرة ثانية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعليكم مرة ثانية طيب نفض اتصال هاتفي الأستاذة ولاء من البحرة أيها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمعت يا شيخ أنا عزك بس تسمعني لأن أنا تعبانة وعلى طول عندي وثواف أن ربنا مش هيقبل صلاتي على طول في ناس بتقولي أن أنت الصلاة تحتك وهم وخوف وعشان كده مش هتتقبل وأنا خايفة برضو على طول أقول أن أنا يعني عذاب القبر أنا مش هنفج منه لازم هتعذف وعندي خير في الدنيا ما لازم أشوف العذاب في الآخر إما أنا سعرثة في إيه يعني على طول كده ووسوسة وعندي وسواف وبصلي وبقرأ قرآن وبسبح وعمل كل يوم ترتباتي فمسعرثة حسنا ربنا مش بيتقبل مني أو مسعرثة وعلى طول تعبانة كده يا ساذة ولاء نعم هل أنت فيه زنب هو اللي بيخليك كده ولا دي مسألة وسواس وخلاص لا دي مسألة وسواس وعلى طول أقول لأننا ما فيش حاجة تتقابلي أنا خايفة على طول خايفة من الموت على طول خايفة أننا لو قابلت ربنا المهاردة هو ممكن ما يقبلش صلاتي ممكن مسعرثة ليكي بيان لا إن شاء الله إن شاء الله يقبل صلاتك يقبل صلاتك وإنتي إن شاء الله بأمر الله على ما قلتيه في أمن وفي أمان أقول لك شيء اتفضل يا جواب حضرتك الله تبارك وتعالى يقول وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمني ولا أجمع له خوفي إن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وعزتي وجلالي الله تبارك وتعالى أقسم يا أخت ولاء أنه لن يجمع للإنسان أمنين ولا خوفين يعني لو أنت خيفة في الدنيا هتبقي في أمان في الآخرة ولو أنت آمنة مطمئنة وخلاص أنا كده كده خلاص أنا ضمن الجنة في جيبي وكده كده أنا دخل الجنة هذا يخاف في الآخرة ولكن الذي يخاف في دنيا الذي يخاف في دنيا هو في أمان في الآخرة ولكن هل الخوف الخوف يخليني يأثر علي في حياتي يأثر علي في عملي يخليني دايماً إن أنا يائس محبط حزين لا العاقل من يسير إلى الله طائراً إليه على جنحي جناح الخوف وجناح الرجاء أنا عند حسن ظن عبدي بي أنت تظنني بالله خافي من الله ومن قال إن إحنا ما نخافش النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف قل إني من اللي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول للنا بيقول قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم النبي صلى الله وسلم السيد عشب يقول له تخاف لو ما لي لا أخاف النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان يخاف السيد عشب يقول له أتخاف يا رسول الله كان اللي غوفي أزيز كأزيز الموجة عرف الإناء لما تصب بالمية اللي بتعمل صوت هذا كان صوت قلبي النبي صلى الله عليه وسلم من شدة خوفه من الله فالسئلة عشان بتقوله أتخاف يا رسول الله فقال وما لي لا أخاف يعني هو أنا من عشان ما أخافي هو النبي صلى الله عليه وسلم أنت تخافي ولكن لا يصل الأمر إلى حد الوسوسة يعني أنت تصلي وصلاتك إن شاء الله مقبول تصومي وصومك إن شاء الله مقبول تفعل الخير وإن شاء الله تبارك وتعالى الخير منك مقبول وما عليك إلا ترك المنكرات وعندئذ كوني آمنة مطمئنة نفسك راضية الخوف هذا أمر يدفعك ويدفعني ويدفع كل مسلم على طاعة الله الخوف يدفعنا للطاعة لا يدفعنا إلى اليأس الخوف يدفعني إن أنا أكون طائع لله أنا خايف من ربنا فبطيعه أنا خايف من ربنا فما بعصهوش أدي معنى الخوف لكن مش خايف فيائس مش خايف يبقى صلتها تترد مش خايف بقى عمل كله مردود عليك مش خايف الناس تقول لي لا دا أنت صلتك مش نفع والكلام دا كله دا وسواس وهذا شيطان نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مننا ومنك صالح الأعمال نعود إلى حديثنا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل واختلفوا في يوم مولد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قيل في ثاني من ربيع الأول أو الثامن من ربيع الأول أو العاشر من ربيع الأول أو الثاني عشر من شهر ربيع الأول أو رمضان أو صفر أو غير ذلك من الأقوال التي سردت في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم طيب نحن نحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول لي فيه ملحظ وفعل ما شئت أنا لا أقول لك ما حكمه ولكن أقول لك التاريخ كتب والتاريخ حكم والله قضى وحكم وفعل ما شئت النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في يوم مولدة وقالوا ومن الأقوال أنه ولد في الثاني عشر من شهر الربيعين الأول يوم الاثنين اتناشر ربيع الأول وهذا فيه خلاف ولكن ما عليه الاتفاق ما عليه الاتفاق قولا واحدا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في يوم الاثنين في الثاني عشر من شهر ربيعين الأول النبي صلى الله عليه وسلم مات في يوم الاثنين في الثاني عشر من شهر ربيعين الأول هذا هو يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت تحتفل وتجعل للاحتفال مظاهر فتذكر أن هذا هو يوم المصاب بموت النبي صلى الله عليه وسلم وأما الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أننا لا نحتفل بنبينا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفل هو بمولده صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب صيام يوم الاثنين فقال وذلك يوم أولدت فيه فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يطرق يطرق الاحتفال بمولده ويجعله مرة واحدة في العام بل كان يجعله مرة في كل أسبوع صلى الله عليه وسلم يحتفل بمولده في كل أسبوع بأن يصوم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين من كل أسبوع احتفالاً بمولده هو صلى الله عليه وسلم لا يوماً في العام وإن كانوا وأقد اختلفوا فيه وإنما يوماً من كل أسبوع هذا هو احتفال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو احتفال من أحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو احتفال من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بأي لون من ألوان الاحتفال ولا أي مظهر من مظاهر الاحتفال الأخرى يقولون نحن نحتفل بالحلوى من لا نقول أن الله قد حرم الحلوى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فهذه الحلوى من الطيبات من الرزق التي أحلها الله فأنا لا أقول بحرمته ولكن أقول لك في نفس الوقت احتفل بميلاد نبيك لا يوما في العام بل في كل أسبوع يوم وانظر وانظر إلى سيرة نبي صلى الله عليه وسلم فيما يأتي بيانه حتى تعلم من الذي تقتدي به من الذي أنت مأمور بأمر من أن تحبه أكثر من حبك لنفسك حتى تعلم هذا أنه لم يصح لك إيمام لم يصح لك إيمام حتى تحب هذا النبي الهمام صلى الله عليه وسلم أكثر من حبك لنفسك التي بين جنبك والله لم تحب رسول الله إلا إذا علمت النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي لما أولد وأنا أقول لك عنه وأحدثك عنه وهو جنين فما ظنك به وقد أصبح نبي انظر إليه حتى وهو طفل صلى الله عليه وسلم رضيه لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم كان من شأن أهل مكة أن يأتوا بمرضع لأبنائهم تذهب به إلى البادية حيث الهواء النقي حتى يشب شباباً حسناً وينبت نباتاً حسناً معنا اتصال حاتفي أستاذة صحر سلام عليكم السلام عليكم الله يبارك في حضرتك والله متابعك على طول يا شخص ربنا يبارك فيك يا رب ربنا يبارك في حضرتك الله يحفظك حضرتك دلوقتي أنا في سؤال يعني بمقول لك أنا أول جوازي بيسافره بيجي كل خمشهر يوم لا لا نستمع وقت التلفزيون شوية وعلي صوتك أقول لك يا شاش جوازي بيسافر وبيجي كل خمشهر يوم تمام لما هو بيجي أنا ببقى يعني جسمي كويس وكل حاجة بلما يجي بس أول ما بيجي بقى لأي مثلاً الوقت يهد أنا تهدت جسمي تعبان كده زي المكتفر كده مش عارف لايك كده بس هو على طول أهدته هو لما هو بيجي يعني يوم ما ييجي على طول يعني حالة الخمول اللي بتتواجد في الجسم بتتوافق بتتوافق مع مجيء الزوج من السفر مش كده؟ أه يا شاح أول ما يجي على طول طيب في أي شيء تاني؟ لا يا شاح أول ما يجي على طول حكاية الصلاة أنا معا كفلي أنا عن سفر كده بس يعني بقى الواحد في الصلاة بس يحس الجسم يعني بصلي هو مش عارف أول ما بيجي يحس الجسم زي المكتفر مكتفر؟ حتى في الصلاة ذات نفسي طيب بس يا أخت صحر اتفضلي وأنا أجودك النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن من صلى الفجر من صلى الفجر في جماعة أنت لست مأمورة بصلاة الجماعة في المسجد ولكن الرجال هم المأمورين والحديث للرجال والنساء على حد سواء إذا استيقظت مبكرة إذا استيقظت مبكرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي على قافية فيعقد أحدكم ثلاث عقد فإذا استيقظ من الليل إن حلت عقده فإذا ذكر الله إن حلت عقده فإذا قام فتوضأ فصلى إن حلت عقده جميعاً فأصبح طيباً نشيط طيباً نفسه فمن صلى الفجر في جماعة كان نشيط وطيب النفس أنت لست مأمورة بالجماعة أنت تصلي الفجر فتصبح نشيطة طيبة من نفسه وهذه المسألة مسألة دي مسألة نفسية دي مسألة عندك ما تحطيش في ذهنك إن أنت مصحورة ما تحطيش في ذهنك إن أنت معمول لك عمل لإن أنت حطيت في ذهنك المسألة دي هتصبح الأمر لازمة كل ما ييجي الزوق كل ما هتلاقي نفسك تعبانة وكسلانة ولكن أنت كن عندك رغبة وشوء وحب واشتياق إلى الزوق إذا ما أتى تطيبي تزيني تجملي كني نشيطة كني نشيطة واضبي على الصلاة لا تتركي صلاة الفجر وخاصة إذا كان الزوج موجوداً حتى حتى لا أقول والزوج فقط في كل أوقاتك حتى يصبح الجسب نشيطاً ولكن في المقابل النبي صلى الله عليه وسلم قال إبا وإلا أصبح خبيساً نفسي كسلاً صلاش الفجر خبيساً نفسي كسلاً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحافظي وداومي على طاعة الله تكوني في أشد النشار فقط نعود إلى حديثنا السيدة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاءت حليمة السعدية في من أتوا من البادية من أجل مع قومها كل منهم نريد أن يأخذ رضيع له وجاءت حليمة ومعها ناقتها أتانها ضعيفة مهزولة ومعها زوجها ومعها ولدها عبد الله طفل رضيع فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على القوم جميعاً نساء كثر كل امرأة تأخذ طفل رضيع ترضعه فينالها الخير من أب الصبي فما من مرأة إلا وقد عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ما قيل يتيم فترد وتقول إن نرجو الخير من أب الصبي ما يصنع جده وترد من نبي حتى حليمة عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فردت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تقبله حتى قلص رجعين فقالت لزكا ما فيش لا ما فيش حد ما خدتش أحد خالص على الإطلاق قالت أعود أأخذ هذا الصبي خلاص يعني لم يبق إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأخذته حليمة السعدية فلما أخذته تقول والله إن صبي لا ينام الليل من البكاء من الجوع ما في سدي أمه ما في سدي حليمة سديها لا يبض بقطرة واحدة من لبا ومعها أتانها لا تبض بقطرة واحدة من لبا فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم تقول فما أن أخذته فضمنته إلى صدري فأقبل على صدري وأقبل عليه بلبني حتى شرب وارتوى ونام ثم جاء صبي الآخر ابنها الحقيقي عبد الله فأقبل على سدي الآخر حتى شرب وارتوى ونام ثم ذهب زوجي معهم ناقة صغيرة فإذا هي ضار حافل فحالبها ووالله ما كانت تبض بقطرة واحدة من لبا فركبنا أتانا فإذا هي مسرح حتى إن القوم ليقولون لنا أربعي علينا يا حليمة يعني امشي بالراحة أربعي علينا يا حليمة أليست هذه أتانك التي أتيتي بها تقول فيقول لي زوجي تعلمي يا حليمة والله لقد أخذت نسمة مباركة تعلمي يا حليمة والله لقد أخذت نسمة مباركة هو النبي صلى الله عليه وسلم لما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمه وهو ابن خمس سنين عادم نبي الأمين صلى الله عليه وسلم إلى أمه وهو ابن خمس أعوام عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه ومنها هنا تبدأ قصة الأحزان للنبي الهمام صلى الله عليه وسلم تموت أمه ويموت جده ويموت عمه وهذا ما نبدأ به حلقتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة